دوليا خطف ماشستر سيتي تأشيرة تأهل للدور النهائي لرابطة أبطال أوروبا وذلك عقب فوزه برباعية نظيفة على حساب ريال مادريد في إياب نصف نهائي المنافسة سجل بيرناردو سيلفا ثنائية في الشوط الأول قبل أن يضيف ميلتاو الهدف الثالث سيتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة والسبعين ليختتم يوليان ألفاريس مهرجان الأهداف في الدقيقة التسعين بينما سجل نجم الخضرياض محرز حضوره بديلا في هذه المباراة في الدقيقة التسعة والسبعين مكان زميله غوندوغان ويواجه الستيزن في اللقاء النهائي لدي انتر ميلان المتأهل على حساب ميلان بملعب أتاتورك بإسطنبول في العاشر من جوان المقبل